بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. اما بعد. في الفيديو ان شاء الله هنحل وتمارين الوحدة السابتة من كتاب واحد من اعظم كتب الدنيا على الاطلاق. كتاب مليان افكار يعني خسارة انا هتضيع علينا كطالب السامة عامة. اه طبعا الاسئلة دي كلها موجودة في بداية من صفحة ستة وستين في الكتاب. اه الجزئية اللي هنبدأ بها النهاردة هي جزئية الفوكابلري. اه عايزك بس تسمعني كويس جدا بتركيز لو ما تكتبش كمان يعني ركز بس معي كده شفني بقول ايه? وزي ما بنعمل كل مرة هنزل لك ملف مكتوب فيه الملاحظات دي ورقيا بخط ايدي وحطاتك بس مطلوب منك تحفظها. علم على الاسئال اللي انت شافها فكرة عشان تبقى تنقل افكارها وتذكرها. انصحك نصيحة شديدة انك تمسك الكلمات دي تحفظها بشكل متقن ومقنن عشان تستفيد بيها. الكتاب بيقدم لك جرعة محترمة من الكلمات والمصطلحات اللي تقبل انها تكون في امتحان سنوية عامة. تعالوا بقى بقى الجملة بقول لي. دي معناها عاجل. ولما تقول معناها عاجلا. يعني يجب عليك ان تقابلني بشكل عاجل او عاجلا. طيب هتقابله عشان يتناقشه بعض المشاكل. كلمة دي دي ركز معي بقى كده. كلمة دي دي معناها يعني ذات اهمية. اللي هي عدم الوزن او دا اللي معناها الوزن ذات نفسه. طب كلمة اللي هي معناها يازن الفعل. طب معناها منعدم الوزن او عديم الوزن ودي صفة. فاحنا هنا قلنا معناها المشاكل او القضايا او ذات الاهمية او الخطيرة او الجد. خبه لك كلمة دي معناها مشاكل ومعناها يشكل. لها زلك لا يشكله بالنسبة لي ولا يعد مشكلة بالنسبة لي او اقول لك. ركز. المسافرين سيقومون بممارسة رياضات A في الفضاء انت عارف ان في رياضة كده اسمها رياضات انعدام الوزن اللي هي رياضات انعدام الوزن الرياضة اللي ما يكونش فيها وزني اطلاقا واحدة من مميزات المنتجات الصينية واحدة من عيوبها هي انها ريبير يصلح قابل للاصلاح ده المصلح او اللي بيصلح الحاجات يعني انت عارف ان من عيوب المنتج الصيني لو عندك موبايل صيني باز فهو وبالتالي ناخد ريبيرابل لانه ان لك هنا يعني غير قابل للاصلاح بنسميها كده بيوند ريبير ده معناها برضو غير قابل للاصلاح وهكتبولك في الورق المعلم يجب عليه ان يساعد طلابه systemize يعني يرتب او ينمق system اللي هو النظام systematic معناها منتظم او منظم systematically معناها بشكل منظم طيب انت بتقول المعلم يجب ان يساعد طلابه بشكل منظم او بشكل منتظم يبقى عشانك systematically his work is to not every step is every department his work is to a ايه شغله بيكون ايه every step كل خطوة اا بتكون منظمة وفقا لقسم معين بقول لك شغله هو انه ينظم كل خطوة من العمل ينظم دي اللي هي systemize ثاني كده his work is to systemize every step يعني شغله المفروض المهم اللي بيقوم بيها هو ان هو ينظم every step كل خطوة من الخطوات العمل in every department في كل قسم من الاخسام يبقى systemize معناها ينظم او يرتب the police conducted a not search of the city البوليس عمل بحث ايه في المدينة اا تعالى نشوف systemize معناها يرتب system يعني نظام systematic systematic معناها منظم او منتظم systematic معناها بشكل منظم البوليس بيعمل بحث منظم في المدينة يبقى المفروض نقول systematic search type number seven بقول لك mining mining دي اللي هو التنقيب او التعدين يعني can be a in terms of light too many people can die ناس كتير جدا ممكن تموت فمعناك كده ان هو costly costly معناها مكلف تعالى نشوف المعاني بقى بقولك ان الترجمة cost معناها تكلفة ويكلف costis يكلف برضو وتكاليف costly مكلف the expensive costing ده لما يكون في فربيتو بقبلها وممكن نستخدم كلمة costing بمعنى تقييمة او تقدير التكاليف يعني لما تيجدوا مثلا ايه costing is a hard process تقدير التكاليف انك تعرف تكلفة الاشياء ده عملية صعبة في الجملة قولنا مايننج ركز معي واحدة بواحدة ومعليش استحمل ممكن نطول شوية مايننج لو التعدين قد يكون مكلفا فيما يتعلق بالارواح لانه ناس كتيرون يموتون تمانية he estimates the a for this project at one thousand fifty hundred pounds الفكرة بيقولك انه هو بيقدر تكاليف المشروع او تكلفة المشروع بكذا ممكن نقول cost اللي هي تكلفة واحدة ممكن نقول cost's تكاليف وبالتالي الإجابة هتكون a and b cost's and cost لرقم a و b طيب ما هو في الإجابات هنا ما قبلش a and b المفروض تبقى a and b طيب احنا كده قلنا cost's هنا قلنا cost's و cost المنطلق اللي احنا بنقول به انه هو بيقدر تكلفة المشروع او تكاليف المشروع رقم تسعة he obtained يعني حصل على a not a document containing some secrets هو حصل على تقرير مصرب يبقى leaked طيب water had started to a into the cellar المية بدأت تتسرب يبقى leak leak يتسرب leaked ده الماضي منها او معناها مصرب leakage اللي هو التسريب و leakage معناها مسرب لما نقول مثلا leakage tank التانك اللي بيسرب ماء الرقم 11 بقولك has been chosen to Scotland in next year's world cup finals تم اختياره لكي ايه سكوتلندا في كأس العالم المقبل اكيد لكي يمثل يبقى represent طب ما كلا نترجم لاربع كلمات represented معناها مثلا او متمثلا في represented in representative ده الممثل representation التمثيل ذات نفسه لما يقول لك مثلا representation of Egypt يعني تمثيل مصري في كأس العالم اتناشر تعال ان ترجب جملة على بعضها بيقول لك ان العمالة التجارية المحلية متمثلة تمثيل جيد في اللجنة الوطنية اللجنة التجارية الوطنية طب انت عايز كلمة متمثل تمثيل جيد وانت عارف يا مستر انويل بنجيب بعدها دايما ده ظرف يعني فهنجيب بعدها دايما صفة وبنقول represented يعني تم تمثيل وها تمثيل جيد فيه هاي نكمل بعد كده رقم 13 ده مسكن الالام ده صفة وانت عارف ان الصفة عايز قبلها ظرف ده رقم واحد فعشان كده هتختار اللي هي رقم بس انترجم برضو نعرف ايه ليه او هوريبولي دي هوريبولي سوري فهو احتاج الى مسكن الالام لان الجرح كان هوريبولي كان مؤلما بشكل شديد كان مؤلما بقوة هو كان ايه لما عرف الظروف اللي هما كان عايشين فيها هوريبولي بشكل فزيع يعني يرعب او يفزع يعني منفزع هوريبول يعني يعني فزيع برضو طيب اه فانت بتقول هو كان منزعجا كان غاضبا كان زعلان فانت عايز صفة فهوري فاعد طيب اربعتاشر خمستاشر بقى في الحرب البيولوجية اعتقد ان الحرب سوف لا تبدو ايه بقى هوب امل يعني عديم الامل يعني فيه امل بشكل فيه امل فانت بتقول بالحرب البيولوجية اظن ان الامر او مستقبل سوف لا يبدو مبشرا مؤملا او مؤملا يعني طيب ستة عشر اه هي بتقول لي هو انت فاضي النهاردة سألتني بكل املين يبقى هوبفولي لو انا سألتك هاتقول لي هوبفولي لكن معظم الطلبة على الكثير من الطلاب بيعملوا بيحدث بيعملوا تقدم رائع بس ميلو ده بقى حالة غريبة شوي بس ركز في المعنى ودائما لما يكون في الجملة رابط زي اه او اداة اداة زي ربط اه او تنقض زي بط والناس دول يعرف ان في مشكلة معظم الطلاب بيقدو كويس بس المشكلة في ميلو بس هو اللي بفقود فيه الامل عشان كده هنقول ميلو ده is hopeless هوبليس يعني فقد الامل في ان هو ينجز او حالة مفقود منها الامل او حالة ما يقوس منها the between my home and the school is a ten minute walk الايه بين بيتنا والمدرسة عشر دايئة بس مش يبقى as a distance distance للمسافة بين بيتنا وبينهم when he retired he tried to himself for from politics لما هو تقاعدة قرر ان هو يعمل ايه في نفسه عن السياسة خلص ويرايح دماغه ان يبعد نفسه يبعد نفسه لا distance خد بالكلمة distance معناها يبعد نفسه يبعد ومعناها اا اا مسافة لكن distance معناها بعيد طيب احنا كده في رقم اا عشرين بيقول لك الجامعة المفتوحة الجامعة المفتوحة بتقدم مجموعة او عائد كبير من اا اا فرص يعني التعلم عن بعد اللي اسمه distance learning distance learning تعلم عن بعد طيب بعد كده بعرقم واحد وعين شنين to be to beat covid-19 عشان نتغلب على ال covid-19 social is a mast هو ايه اللي ضرورة التباعد الاجتماعي خب بقى distantly معناها بشكل بعيد distance معناها بعيد distance المسافة طب distancing اللي هو التباعد وانت لما تقول distancing اللي هو التباعد الاجتماعي social distancing التباعد الاجتماعي 22 at a note of ten years he had forgetting many of the details على مسافة زمنية بلغت عشر سنوات ناسية كل شيء حدث له at a distance of at a distance of time at a distance of years at a distance of meters at a distance of minutes وهكذا we won the game as احنا فوزنا بالمباراة كما كان متوقعا يعني as it was expected او ممكن تقولها as expected على طول اللي هي رقم a he earned the competition with much of success هو دخل السباق او مسابقة بتوقعات كبيرة بالنجاح توقعات دي اسمها expectations كان ممكن اقولك he entered the competition expecting to succeed اربعة وعشرين اكتبها برضو expecting to succeed expecting to succeed طيب رقم اه خمسة وعشرين if you are interested لو انت عندك اهتمام بالامر يعني start saving نعم ابدأ التوفير الان لما انت ترجمت الجملة لقيتهم مش محتاج يكتب حاجة في النقط اصلا فعشان كده no word اعزك تعرف ان كلمة interested معناها مهتم in ممكن نقولك talk up i am interested in reading i take up reading many people are are cuing a two book tickets الناس كتير جدا وقفين صف عشان يحجزوا بالكتب وانت عرف ان يقف صف اسمها cue up اللي هي معناها يصطف او يقف في صف يعني طيب سبعة وعشرين we will go to alexandria holiday ركز معاي انت ممكن تقول on holiday on holiday او in the holidays ثاني كده on holiday يعني في الاجل الاجازة او في اجازة او in the holidays في الاجازات طبعا هنا اقول holiday فناخد on holiday طيب اللي بعدها i hadn't wasted my time in the holidays اتمنى لو انا اللي لم اضيع وقتي في الاجازات يبقى in the holidays ثاني كده on holiday in the holidays لازم تحفظ we need treatment drug addiction ثلاث كسبها عشان نبدأ اللخبط في حرف الجر دي احنا محتاجين علاجا ل علاجا ل اسمها treatment of طيب we need treatment drug addictus احنا محتاجين علاجا لأجل مدمني مدمني بحس بفحسي واختبار ادويتهم عن طريق عمل تجارب للحيوانات عن طريق او بوسطة اللي هي by by doing experiments i have had the benefits of good education the benefits of يعني انا لي مزايا او حصلت على مزايا التعلم الجيد يبقى benefits of the benefits of money مزايا المال the benefits of education مزايا او اه مناقب التعليم i have benefited the good education انا ايه التعليم الجيد انا استفدته من التعليم الجيد يبقى benefited from ثاني كده انت في رقم اتنين وتعاتين بتقول benefits of يعني المميزات بتاعة التعليم الجيد لكن في رقم واحدة وتعاتين بتقول انا استفدته من التعليم الجيد فاستفدته مني عمر is obviously very attached to his mother عمر ده بشكل واضح جدا مرتبطا بامه مرتبطا بامه مرتبطا بامه attached to his mother يبقى ناخد هنا to have you got any plans the summer holiday هل انت عندك اي خطط الاجازة خططا للاجازات يبقى plans for the summer holiday طيب عايز اقولك هو انت عندك خطة انك تذاكر يبقى do you have any plans to study يبقى plan for الاسم و plan to والفعلة في المصدر it was all great success لقد كان نجحا بالغا thanks working hard وذلك كله بفضل العمل الجاد بفضل اسمه thanks to لكن فيه thank for يشكر شخصا على thank someone for something the stone was dropped at great height الحجر تم القائه من اتفاع العالم من يبقى from we really need to spend more money education محتاج الناس للفلوس اكتر على التعليم وانتعرف ان spend on يعني ينفق على مفاش مشكلة قيم afraid وحنا في الحصة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات اتفقنا على ان كلمة afraid دي من الصفات اللي ما ينفعش نجيب بعدها اسم فلو عايزين نقول راجل خائفن لو انت قلتلي afraid man تبقى غلط تقول لي this man is afraid ماشي طب عايز اقول man انا في الموضوع سيقول لك frightened man طيب تسعة تانية بقى انا لا اتفق مع رأيك اتفق مع اسمها agree with طيب اه وفي مناسبة agree ديت لو انت بتحب تعبع عن الموافقة فانت ممكن تقول I couldn't agree more خد بالك I couldn't agree more برغم انها مكتوبة من فيها بس ده معنى مسبت I couldn't agree more معناها انا متفق معك تماما وممكن تقول I would go along with that Firefighters used a ladder to the woman and the child on the balcony الرؤجاء الاطفاء استخدموا السلم عشان يصلوا المرأة العالقة في البلكونة He called his father but his call phone was not هو اتصل بابوه لكن اتصالاته كانت ايه او تليفونه كان غير سهل الوصول اليه يبقى was not reachable تلمة reachable دي يعني سهل الوصول اليه صعب الوصول يعني سطلات ايه او sometimes used for military operations السطلات اللي هو الاقمار الصناعية الايه بتاعت الاقمار الصناعية اكيد الملاحة اسمها سطلات navigation يعني الملاحة الجوي او الملاحة باستخدام الاقمار الصناعية اسمها سطلات navigation رقم سي طيب بالمناسبة اه كلمة sometimes دي لها موضوع ولها وقفة كلا وهتقابلنا النهاردة فتعال نقول لك عليها مرة واتنين وثلاتة عشان ما تنساش كلمة sometimes يعني احيانا طيب لو واجبنا some وبعدين time يعني some لوحديها و time لوحديها فده معنا بعض الوقت طيب لو واجبنا some time كلمة واحدة فده معناها في وقت في المستقبل او في الماضي طيب هتقابلنا اول تاني sometimes time is احيانا some وبعدين time يعني كلمة كلمة واحدة معناها في وقت ما في المستقبل نكمل موضوعنا بتاعتها واربعين بقولك we went on a not tour and it was a great experience احنا رحنا في رحلة لمدة ساعتين وكانت رحلتهم جميلة انت عارف ان a to our رقم a طب ليه رقم ايه بالزبه ما انت عارف برضو ان ال a دي دايما بيجي بعدها اسم مفرد ما يفعش نجيبها جمع he has already taken the entrance هو حصل على اختبار القبول اختبار الدخول في حاجة معينة اسمه entrance examination اخبت بالك examination دي الفحص برضو scientist will a a new space station in the future العلماء سيقومون ببناء يبقى will build build يعني يبني a lot of not food is sold everyday الكثير من الطعام الايه بيباع كل يوم انت عارف الطعام السريع بنسميه fast food وبالمناسبة ممكن بدلا ما تقول عليه fast food تقول junk food وانا هكتبها لك دي رقم ستة واربعيه ممكن نقول junk food وطعام السريع برضو طيب اه بعد كده as the fifth a of the this of her husband approaches she feels that perhaps a new chapter in her life will open طيب بقول لك كل ما تقترب ذكرى وفاة زوجها تعتقد ان فاصلا جيدا من حياتها سيبدأ طبعا تعرف ذكرى الوفاء ذكرى يعني anniversary الذكرى السنوي زي هم اشتروا ماكينة علشان يعملوا ايه في الصوف عشان يغزل الصوف كلمة يغزل او يلف اسمها spin وبالتالي I think we should work harder اعتقد ان احنا المفروض نشتغل اكتر من كده فانت قلتول I couldn't agree more I couldn't agree more يعني لايمكني ان اوافق اكتر من ذلك يعني متفق معك تماما دي بتساوي I would go along with that وانتبه ان اسمها I would go along with that مش had go along with that The space station will fly the earth محط الفضاء ستتدوره حول الارض خد بالك احنا ما عايزين نقول ان محط الفضاء بتلف حولين الارض فاحنا ممكن نقولها بطريقتين The space station will orbit the earth I will go or fly around the earth وبالتالي هناخد هنا fly around يبقى تاني كده تاني fly around بتساوي go around بتساوي orbit 51 What do you think the earth looks like from a of 320 كيلومتر هو انت بتسأله بتقوله هو ماذا تعتقد ان يكون شكل الارض من ارتفاع 320 كيلومتر ارتفاع 320 كيلومتر دي الارتفاع اسمه high-t ومالقي high من غيرتي منها عائل او مرتفع العمق ديب عميق الاتساع ويد واسع breath 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 لواحدها يعني خبز لكن breath معناها التساع برضو طيب this this medicine will make you feel fine هذا الدواء الايه سيجعلك تشعر بتحسن شديد هذا الدواء القوي القوي يعني powerful كان الشخص ده مريض فالدكتور ادا له powerful medicine يعني دواءا قويا 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 المفعول طبعا يعني مش قويا بيدرب يعني طيب بعد كده بيقول لك communication by satellite technology is a good thing خبالك كلمة a good thing دي معناها شيء جيد جدا شيء جيد جدا هو مين ده؟ التواصل الايه؟ بوسيلة الأقمار الصناعية او بتكنولوجيا الأقمار الصناعية يعدوا شيئا جيدا طيب تعال نشوف insistent مصر resistence مثابر insistent معناها وقتي او لحزي او فوري طيب resistant مقاوم انت عايز تقول التواصل الوقتي التواصل اللحزي التواصل الفوري يبقى insistent وقت ما تحب تكلم حد بتكلمه في لحظتها فنقول عليه insistent communication Egypt needs a highly a workforce مصر محتاجة highly skilled workforce معناها مصر محتاجة مجموعة من العمال اللي عندهم مهارة المهارة as a footballer he shows great كلاعب كرة قدم بيظهر او بيبدي مهارة كبيرة يبقى skill مهارة I am not a letter from Japan انا خطابا من اليابان انا متوقع ان يجيلي خطاب من اليابان يبقى expecting وحنا ممكن نقول he is expecting a child يعني مستني زوجته تلد طفلا kind you are to help him اسمع بقى معي kind you are kind صفة you are يعني صفة اعمل حسابك انك في الحال دي عايز تقوله how kind يعني كام انك رطيف جدا انك ستساعده how kind you are طب لك انا ممكن اقولك what kind of person are you ما نوعك what kind of person what kind of dog اللي بعدها what kind of dog is that ما نوعه يبقى لما تسأل عن ما نوع تقول what kind of طب لكن لو انت قلت لي how kind تجيب الفاعل وبعدين verb to be وتبقى how kind are you يعلي ايه لك من رجل نطيف how bad are you how bad are you يعلي لك من رجل نسيء how good is the day يا له من يوم جيد وهكذا july 1969 was when people first on the moon يوليو 1969 كان اول مر انسان يهبط على القمر يبقى المفوض when people first landed ليه بداية الرجل قالك 1969 فالمعنى زمنه ماضي طيب اللي بعدها هبوط الانسان على القمر هبوط يبقى landing اللي قبلها انت تقول لي فقال 1969 كانت اول مر الانسان هابط مض people have always wanted to their world الناس دائما مأرادوا ان يستكشفوا عالمهم وانت بتقول الناس بيستكشفوا العالم بيدرسوا بتقني اسمع بقى كلمة الاورانية دي ومي بي رقم بي مي بي اللي هي كلمة واحدة اللي مسكف بعضها اللي هي رقم ايه ده ظرف بيساوي كلمة برهابس بيساوي كلمة على سبيل المثال عايز اقول لك ربما انني ساغادر مسلا فاقول لك طب ربما ساقول اخط بالك اللي انا استخدمتها في المثالين دول اللي هي كلمة مي بي اللي هي كلمة واحدة الكلام ده كل المكتوب في وراء قدامه هجبهو لك ان شاء الله طيب بعد كده اللي هي كلمتين منفاصلين الكلمتين منفاصلين دول معناها قد يكون فما ينفعش قولك قد يكون احمد سيئتي ما ينفعش اقول لك احمد قد يكون سعيدا احمد قد يكون في مصر وهكذا لو انت فاكر الجملة الاولانية كنت اقول لك معناها ربما ساغادر غدا لكن لها كلمتين اتنين اقول لك مسلا يبقى باكتصر شديد لها كلمة واحدة دي زرف اا ومي بي اللي هي كلمتين دي تفاعل معناها قد يكون نرجع لموضوعنا بقى في الجملة دي اقول لك هي وال بي ممكن نقول لي ال بي ربما يكون المدير المقبل وممكن نقول لك شور لي بالتأكيد وبالتالي الاجابة اي ان سي طيب عايز اخد انا مي بي ديت خلاص اتقول كده مي هتقول لي هي هتقول لي هي مي هي كلمتين منفاصلين ازاي هو ربما يكون المدير المقبل اتنون وستين ما عرفش ماليفلى بتتصل بيا هو ربما يكون انت بنفسك قلت لي ربما يكون ربما يكون دي اللي هي الا اتنين اللي هي كلمة واحدة ربما يكون اللي هي كلمة واحدة طيب ما تيجى نكتب الكلمة الجملة دي باستخدام كلمة اللي هي كلمتين اركز معايا في الكلام ده كوي مهم جدا جدا طيب. انا عايز استخدم كلمة اللي هي كلمة واحدة. ومي بي اللي هي كلمة الاتنين. تعال نشوف. لو انت قلت له انت كده اخدت اللي هي كلمتين اتنين. اللي معناها ربما يكون. طيب عايز استخدم كلمة الاولى دي معناها ربما. اقول لك اقول لك ايه فانا رب كده. لك اللي حصل في الجملة ديت الاتي. ان كلمة الكلمتين المنفصلين معناها ربما يكون. لكن اللي هي كلمة واحدة دي معناها ربما. او قد. فانت بتقول لي في الجملة الرقم اتنين وستين انا ما عرفش مين اللي بتتصل ربما يكون ده رقم واحد. الحاجة التانية عايز اخد كلمة واحدة فتروح ايه. طيب. اه. يعني ربما انه توم يعني. ثلاثة ستين. زي دي زرف بانشمنت. ويتش ماتشزا. اف زير كرايم. هما بيحتاج هما المفروض يعاقبوا. وزلك ما ما يساوي يعني خطورة ما فعلوا. خطورة جريمتهم. او قيمة جريمتهم. قبل اكلمة دي معناها جاذبية ومعناها خطورة واهمية وكده. بقولك التقس هنا ممكن يكون ايه. في لحظة بيكون السماء زرقاء وفي لحظة بتلاقي الدنيا بتشتي فالتقس ده غير متوقع. يعني غير متوقع. لا يمكن توقعه. محطة الفضاء هاف ايه المحطة الفضاء يعني فضاء عاطلو انت مغمض عينك. طيب الناس كلها مدركة لخطورة التدخين. ركز معي. هو عايز اتعمل سؤال مزيل تمام? احنا ان احنا بنشيل نحط مكانها زي. تمام? وعندك از فانت هتقول از بتخليها ازنت. فتبقى ازنت. وبعدين الحل هنحول افري وان لزي. تبقى ازنت زي. حلو كده. بس يا تارى ينفع نقول ازنت مع زي. لما ينفعش. عشان كده هنشيل ازنت نحط مكانها ارنت بحس تمشي مع زي. وتبقى الاجابة ارنت زي. اللي هي دي. اقول تاني معلش كده. المفروض او افري بادي بنحولها لزي. وبعدين انت عندك هنا في الجملة. ايه اللي يمشي مع زي? هي وهي في النص اللي هي هنا في الجملة مسبتة. فانت هتنفيها. فهتقول ارنت زي. يبقى الاجابة ارنت زي. طيب لو بدل افري بادي ات اا او سامسنج. لو سامسنج هنحط مكانها ات. زا فير فايتر يوزل الادر تو زا يعني الريجال الاطفاق استخداموا السلام عشان يصلوا الى قمة الشقة. يبقى المفروض اللي هي معناها هيصل. طيب ليه مش باقيين دول? قريف انو ات وجدتو. الفندق دا في مكان جايد يطل على النيل. يطل على اسمها تمام. بس اولك مكان جايد ولا زي يطل على النيل فلون فتبقى عشان كده هنقول بس. تسعة ستين. لا تعرف كيف تقود دراجة تاني. يبقى المصدر. كيف تقود. كيف تأكل. انت ممكن تعمل ليه بسهولة خالص على البحر الميت لان هو مالح. انت ممكن تغوص على بص ركز تركز بحر في الجر هنا. قن. قن يعني على. كلمة تغوص في يبقى نفوز سنك ان. يعني تغوص في. سنك ان. طب ضايف يعني 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 يغطس برضو. يغطس في. بس ايه الفرق من الاتنين بقى? يغوص بمعنى يغرق. ضايف يغوص بمعنى يسبح تحت المية. طيب يعني يطفو. وبنتعرف ان يطفو على. وبالتالي هنقول تاني. وضيف. فلوت. لانك بتقول يغطس في لكن يطفو على. فبتالي هنا فلوت. العطام المكسورة دائما ما تحتاج تأخذ وقتا حتى تصلح يعني وتخفي بقتيك. الكمبيوتر هو اكسر ايه مهم في المية السنة الاخيرة اكسر اختراعا اهمية. طيب تاتا سبعين. اه. الناس ينبغي انها تنفذ تقوم بعمل ما يمعمل الاختبارات الطبية. ينفذ او يقوم بعمل اسمها او ولا واحدة موجودة منهم فهناخد ما برضو معناها يقوم بتنفيذ. طيب ما يكرمها موجودة بس عايز اوت. هو متهم بتسريب الايه بتاعت الدولة لدولة اجنبية? اسرار الدولة اسمها اللي هي رقم سيك ريتس. اللي هي رقم دي. اخر عملية في انتاج القطن. ايه? هو العملية التي فيها. يعني في النقط هنا كانت ممكن تكتب مفيش كده. خلاص. يعني هو عندما. والمعنى الجملة بقى هيبقى اخر مرحلة. لانتاج القطن. هو عندما يتم غسله. هو حاول ان يظل سابتا. حاول ان يظل سابتا يبقى. يظل ساكنا. كل ما تكون رأيتك اسوأ. يبقى كل ما تكون ارتكبت اخطاء اكتر يبقى ذا مور. ولكن جهودنا في هذه القضية وفي هذه الحالة تتوقف على مادة خطورة القضية او خطورة الامر. يبقى سيريوس. اعتقد ان صلاح اعتقد ان الصلاح ده اكتر لعيب كواس في مصر. فقال لك اي وود اجو الونج وزات. في مصطلح ان تحافظه اسمه دي معناها مهمة مستحيلة. فانت رايز تقول لي اني اني اطلع على راحة المدرسة النهاردة فده امر مستحيل فتقول ات از از ميشن امبوسيبول. ركز في اللي هقول لك ده كويس. ممكن تقول ات از از ميشن امبوسيبول او ات از امبوسيبول مشن تاني. از امبوسيبول بتساوي ان امبوسيبول مشن. مهمة صعبة. مهمة مستحيلة. واحدة من يقول لك بعد ما سمع الاخبار السيئة. في الجملة دي في ايديم اللي هو اسمه. بص بيقول لك بعد ما سمع الاخبار السيئة يعني عادة غاضبا. او طبعا مرشد انجرلي فكده عشان انجرلي قلنا غاضبا يعني. لكن كلمة كأنك بتقول راجعة بخفاي حنين مسلا. او عادة منكسرا. راجعة محبطا كده. نقولها لما يكون في حد مهم الحاجة وفشل يعملها فنقول راجعة خائبة الامل. راجعة فاشلا ده مصطلح. هذا المنتج او هذه السلعة من المتوقع انها تتزيد يبقى بقول لك ان شهرتها وصلت زروتها. يعني يصل الزروة في الشيء معين. فالشهرة وصلت زروتها يعني كانت مشهورة على الاخر في الف تسعين وتسعين وتسعين. برغم المفاوضات لتقليل اسعار المنتجات الطبية المستوردة. يعني لا تزال او قد زلت بعيدا عن متناول آآ كل الناس الذين ينتجرونها. اكسب طبعا زافيو ما عادة قليل جدا ما الناس. طيب واحد خمسة وتمانين انا اعجب بكتب دكتور مصطفى محمود واستكشافاتها للعقل البشري يعني استكشافها العقل البشري يعني السفينة خبطها او صدمها تلاتة تربيد التربيدات ديت اطلقت من يبقى اطلقت من من غواصة من اغواصات العدو تعتقد انك تكون يقوم ناشئ سهل يعني هي عايشة على كوكب انت لما تكون مسلا حد بيعمل بيقول لك كلام غريب فتقول لي يعني انت جاي من كوكب ايه من الهند يبقى هنا نقول بلانت اتشي اون انا ماينفعش راحة اسكندرية لانها بتكون زحمة جدا المصطلح ده لما تقول يعني في زروة في زروة التوقيت معين اقول لك ما تروحش الساعة تسعة لانه هو بيكون يعني زروة اليوم يعني يقع تحت طائلة يقع تحت سيطرة يقع تحت تأثير امريكا The club is the only entertainment in our town النادي هو الوجهة الترفيهية الوحيدة في بلدنا entertainment destination يعني وجهة ترفيهية The mechanic A to our repairing my car الميكانيكي قضى ساعتين في اصلاح سيارتي فعلا وضفه ING فانت هتقول ما انا عارف ان SPENT ING لكن لو انت معاك تو لو معاك تو repair زي الجملة لي مسلا فكن انا اخدتوك ما هو تلك تو المصدر لكن SPENT ING I feel frustrated with lack of time انا اشعر بالاحباط بسبب نقص الوقت طيب ما تيجي ان ترجم بقى كلمة some time الاورانية دي معناها بعض الوقت طيب كلمة some time التانية دي معناها آآ آآ في وقت ما طيب كلمة some time احيانا طيب كلمة some time برضو بعض الاوقات طيب ما تيجي نشوف كده انت بتقول اي نقط I feel frustrated with lack of time انا اشعر بالاحباط بسبب وقت بسبب نقص الوقت احيانا احيانا هي ايه با some time طيب التانية رقم اربعة ساعية هتوضح اكتر I want to meet زي ما نجح انا عايز اقابل المدير I will ask a secretary for an appointment هطلب موعد من السكرتير فانت عايز تقابل المدير لبعض الوقت يبقى some time some time هنا في السؤال اللي بقى له طيب I spent a with my friends انا قضيته A مع اصدقائي بعض الوقتي مع اصدقائي يبقى some time the match was shown on a screen الماتش تم عرضه على شاشة ايه outside the town hole في الصالة يبقى اكيد giant screen خبالك ممكن نقول giant وممكن نقول massive on a the temperature on mars can reach minus 60 on average المتوسط 60 درجة anybody can do it anybody somebody 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 nobody كل دول بحط مكانهم زي وانت قدامك can فهنقول can't Z يعني كده هنبقى لإجابة can't Z they had to the roof after the storm كان في عصفة والعصفة دي دمرت السقف هم كانوا مفهود يصلحوه خبالك يعني يصلح حاجة لك تبيضة لكن يعني يعيد اصلاح نظام يعني مسلا تصليق النظام التعليمي مسلا يبقى نقول reform انت بالسيارة يبقى we really need to know our educational system يبقى لسه بنحكي فيها يبقى reform two not in the wheel of my bicycle where broken اتنين ايه في العجلة بتاعت الدراجة بوزو two spoke يعني سلكين i think you should take it whenever او somewhere to have it repaired اعتقد انك انت محتاج تاخد العربية دي لمكان ما حيث تصلح بشكل جيد يعني اه يبقى have it repaired properly properly معناها بشكل مناسب او بطريقة مناسبة my hair hair was so soft شعرها كان ناعم جدا it was silk كان عامل زي ما يكون شوف انت قول زي ما يكون حرير يبقى food like she works waitress هي شغالة k يبقى works as the plane took off an hour later الطيارة اختلعت متأخرة ساعة the opposite of took off كلمة take off معناها يقلع عكسها يهبط او يصل فاكيد عكسها الواد ده خفيف زي ما يكون هو ريشة ركز خفيف كأنه ريشة اه العكس كلمة light light يعني خفيف عكسها سقيل اللي هي heavy weighty ثقيل برضو بس خفيف لك اول جملة حلناها في الكتاب ده قبلتنا كلمة weighty بس ما كانش معناها ثقيل كلمة weighty كان معناها important او serious مية وثمانية money played an important decision to make a the antonym of important are the antonym of important are the antonym of important important تعال ركز important يعني مهم عكسها غير مهم يعني trivial اللي معناها غير مهم unimportant يعني غير مهم وخبلا في فرق اصلا بين كلمة unimportant and trivial unimportant يعني غير مهم trivial يعني very unimportant you should see your score improved improved significantly the antonym of improve 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 يتحسن عكسها يسوق worsen deteriorate يتدهور cycling is a cheap way to get around cycling ركوب الدراجة ده وسيلة سهلة او رخيصة لانك تلف حوالي البلاد بها عكس كلمة رخيص expensive يعني غالي costly يعني غالي خلصنا الكلمات كده هنروح بعدها على القواعد ان شاء الله سلام عليكم وبركاته